السلام عليكم كيف الحال يا شباب في البداية تقول الله صلى عن النبي اللهم صلى وسلم عليك يا نبي زي ما عودتكم كل اتنين بنزل لكم اخبار الاسبوع اليوم مقطعنا عن اخبار الاسبوع من فورتنايت جايب لكم اخر الاخبار فقبل ما نبدأ المقطع اتمنى يا شخص ما اشترك في قناتي اشترك في قناتي ولا تنسوا تفعيل زر الجرس ولا تنسوا استخدام كود الايتم شوب اكس تو اكس تو وهم شي لا تنسوا تدعموا المقطع بلايك وخلينا نبدأ بالاخبار طيب الخبر الاول عندنا يوم التلتاء واحد اغسطس ستتوفر حزم الطاكم اغسطس في متجر العناصر مع تغير الايتم شوب اليوم الاثنين عما يجي تغير الايتم شوب هيصير يوم التلتاء فالليلة ان شاء الله هتتوفر حزمة الطاكم لشهر اغسطس كثير من الاشخاص دائما يسألوني اسئلة تتعلق بحزمة الطاكم كل التفاصيل اللي تبغوها انا سويتها بمقطع عن هذه الحزمة وشرحت كل شي بالتفصيل احط لكم الرابط اصفل الفيديو اي شخص عنده اي سؤال بس يشاهد المقطع هيخرج فاهم مية في المية فهمتو كيف? طيب عندنا يوم التلتاء واحد اغسطس تحديث المحتوى الجديد تحديث المحتوى هذا تحديث يصير داخل ملفات اللعبة هذه النقطة انا دايما نوضحها هذا التحديث يصير داخل ملفات اللعبة تظهر لنا اكثر الاشياء الجديدة تلقائيا في اللعبة بدون ما احنا ندخل باي شي يعني هذا التحديث احنا ما لندخل فيه نهائيا تمام? في حاجة واحدة اللي فهمتو كيف? لكن ثمانين في المية تسعين في المية حيرجع لانه فيه تحدي يخص هذا القفاز طيب عندنا يوم التلتاء واحد اغسطس الساعة اربعة مساء تحديات الأسبوع التاسع كثير من الاشخاص بيهملوا التحديات وكثير من الاشخاص ما يعرفوا انه التحديات الأسبوعية بتفتح لهم استهيلات اضافية حتى الاسكن السري في الاسبوع الثامن اللي غلق جميع التحديات الاسابيع الأولى مع الاسبوع الثامن يفوق معنا استايل جديد من الاسبوع الثاني احط لكم روابط اسفل الفيديو. كل اللي عليكم سووا التحديات منها اكس بي ومنها انكم تفتحوا استايلات اضافية للاسكينات فان شاء الله الاسبوع التاسي حنزل لكم التحديات نفس نظام كل مرة طيب عندنا يوم خمسة وستة اغسطس يمكننا الحصول على الجائزة التانية من بطولة فينيسز الجائزة التانية عبارة عن شاشة تحميل هذه هي تمام طيب في عندنا طريقتين ان احنا نحصل على الجوائز الطريقة الاولى عن طريق ما بهبوط الاساطير وانا سويت مقطع اعرض واشرح نظام كيف تقدروا تحصلوا على الجائزة من هبوط الاساطير في عندنا الطريقة التانية اللي هي عن طريقة الموقع الجديد ان شاء الله غدا او بعد غد حسوي لكم مقطع اشرح لكم نظام الموقع الجديد لانه الموقع اول ما نزل كان فيه مشاكل الان اتحسنت المشاكل تمام فنظام الموقع احسن من هبوط الاساطير احسن منه بايش إنه الموقع يديك الجائزة على طول هبوط الأساطير فيه مشكلة واحدة إنك تدخل تشاهد لكن الجائزة ما تقصل عليها إلا بعد خمسة أو ستة أيام أو أربع أيام هذه مشكلة هبوط الأساطير رغم إنه هبوط الأساطير أسهل تدخل وتشاهد وتطلع أما الموقع تدخل الموقع وتسوي ربط وحاجات كثيرة لكن الجائزة تأخذها في نفس اليوم فهمتوا كيف؟ فإن شاء الله سأسوي لكم مقطع أعرض لها أشرح لكم عن طريق الموقع الجديد فاللي يبغى هبوط الأساطير أو الموقع الجديد يكون كله موجود فهمتوا كيف؟ فعندنا يوم خمسة وستة هيكون هذه الجائزة عندنا يوم خمسة تقدر تحصل عليه عندنا ثلاثة ساعات بت بعد كده يوم ستة فيه ثلاثة ساعات بت أول ما يبدأ البت دائما أنا بنزل الخبر في المنتدى في الاسناب في الاستجرام وفي الديسكورد عشان الكل يعرف على النظام البت ويوم ستة نفس النظام تمام؟ فانتظروا مني خبر عندنا يوم ستة أو سبع أغسطس سيغادر اسكين محارب نوردي مجر العناصر بعد كده عندنا يوم الثلاثة ثمانية أغسطس ستغادر تحديات دوائر السقيع هذه الحزمة بقي لها ثمانية أيام وتغادر التحديات اللي ما أخذ الحزمة سابقا خلاص راحت عليه الآن الناس اللي معاهم التحديات يحاولوا يسووا التحديات بعد ثمانية أيام حتغادر وحتغادر يعني فيها صراحة حزمة كاملة بلاش تغادر عليكم بالفاضي حاولوا أنكم تجيبوا خمسين ليفل وتحصلوا على كامل الجوائز بعد كده عندنا قريبا تعاقد جديد بين فورتنايت و دابليو و دابليو اي قبل كده صار التعاقد وجاء من ضمن التعاقد اللي هو سكن جون سينا الآن فيه تعاقد والتعاقد هذا حيكون لمصارع بس حتكون بنت مو ولد تمام وقالوا بعضهم أنهم حيكون فيه سكنات كثيرة مسكن واحد سكنات كثيرة وهذه هي الحزمة اللي حتيح تنزل في مجر العناصر في خلال ممكن الأسبوع هذا أو الأسبوع القادم حيصير التعاقد هذا مية في المية تمام وحيظهر منه بعض الاسكنات لكن إلى الآن ما عرفنا أي اسكن حيحضر لكن إن شاء الله إذا جاتني أي معلومات تانية حسوي لكم مقطع يعرض لكم كامل التفاصيل طيب هذه كانت جميع أخبار الأسبوع حطوا ببالكم حاجة واحدة دائماً لما نزل مقطع الأخبار بعض الأحيان بعد ساعة أو ساعتين تظهر أخبار جديدة أو ينفك التشفير عن بعض الأشياء وتنزل تسريبات جديدة فإذا ظهرت معي تسريبات أو أخبار جديدة حنزلها في المنتدى وإذا ظهرت أخبار كثيرة حسوي لها مقطع خاص لوحدة كده وصلنا النهاية مقطعنا أتمنى يا شخص ما اشترك في قناتي اشترك في قناتي ولا تنسوا تفعيل زر الجرس ولا تنسوا استخدام كود الاتم شوب X2 X2 وأهم شيء لا تنسوا تدعم المقطع بلايك وإن شاء الله نتقابل المقطع آخر وفأمان الله